اهلا بكم قال السفير الامريكي السابق في سوريا والجزاء روبرد فورد ان الازمة السياسية الحالية في بغداد هي بداية نهاية النظام السياسي في العراق الذي تأسس في العام 2003 وكتب السفير فورد والذي شغل منصب مدير مكتب الشؤون السياسية في السفارة الامريكية في بغداد بين العام 2004 و2009 ان الامريكيين لم يصوغوا الدستور الحالي لكنهم اصروا فقط على انتهاء العراقيين يقصد القوى السياسية من صياغة الدستور وفق جدول زمني امريكي حددته سلطة الاحتلال برئاسة بولي بريمر وانكر فورد ان الامريكيين هم من صمم نظام المحاصص الطائفية الذي مكن للأحزاب السياسية من استغلال السيطرة على الوزارات من اجل المال والوظائف والنفوذ واكد ان الاحزاب السياسية هي التي رسخت هذا النظام كما مارس الامريكيون الضغوط لتولي المالك منصب رئيس الحكومة عام 2006 ثم مرة ثانية في العام 2010 واضاف السفير فورد ان الامريكيين اعتقدوا ان قادة الميليشيات سيتخلون عن اسلحتهم وسيعملون فقط داخل البرلمان ومع الحكومة غير ان الميليشيات احتفظت باسلحتها ولم تبذل الحكومات المتعاقبة في العراق اي جهد مجد لنزع سلاحها وتقبل الامريكيون هذا الامر المحاولات الامريكية الجديدة في التنصل من مسؤوليتهم في صناعة العملية السياسية الكارثية ودستورها في العراق بعد عشرين عاما من الغزو الامريكي هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار والتي سنطرح فيها الاسئلة التالية لماذا تحاول بعض الاسوات الامريكية الان التنصل من المسؤولية في صياغة العملية السياسية ودستورها الذي اصروا على تمريه وهل فعلا اعتقد الامريكيون كما يقول السفير فورد ان الميليشيات وفرق الموت الخاصة التي انشأوها ستلقي اسلحتها وتنخرط في العمل السياسي والبرلماني فقط وما مغزى هذه التصريحات والتحليلات الامريكية الحالية عن حتمية انتهاء النظام السياسي الطائف الفاسد الذي صممه الغزو قبل عشرين عاما وهل تمثل هذه الكتابات والتحليلات الامريكية توقئة لموقف امريكي جديد من العملية السياسية التي صمموها ورعوها وقدموا لها الدعم الكامل ضيف الطاولة رافع الفلاحي عبدالوهاب القصر عندما تخرج شخصية مثل روبرت فورد احد اهم اركان ادارة الاحتلال الامريكي للعراق بتصريحات فاضحة وجريئة عن الدور الامريكي في تدمير العراق وتسليط الميليشيات على مقدراته وقراراته فان ذلك يعني ان فشل العملية السياسية لم يعد من الممكنة تستر عليه او انقاذها من السقوط اخطر ما ذكره فورد في مقاله الاخير عن العراق ان الميليشيات التابعة لايران لم تصل الى هذه الدرجة من النفوذ وتشكيل الدولة العميقة لو لا الدعم الامريكي لها على كافة المستويات دون ان تلتفت لما سماها اللعبة القذرة التي تمارسها ايران ممثلة بالميليشيات نفسها كما ان واشنطن هي من اوجدت لها الواجهات السياسية عبر حث زعمائها على الدخول في قبة البرلمان تحت مسمى العملية الديمقراطية والانتخابات ويبدأ الفشل الامريكي بحسب فورد منذ صياغة الدستور حيث حددت واشنطن للاحزاب جدولا زمنيا للانتهاء من الدستور باقصى فترة ممكنة دون ان تكترث لخطورة نظام المحاصصة التي اسس لها ذلك الدستور يعاين فورد بنفسه الحرائق التي احدثها الاحتلال الامريكي للعراق حيث استشرى الفساد وانهارت البنى التحتية واصبحت الدولة كلها مهددة بالزوال ما ذكره فورد يعيد الى الاذهان تقريرا لمجلة فورين بوليس الامريكية اكدت فيه على وجوب تغيير النظام الحالي في العراق وضرورة قطع واشنطن على قطها به اذ ان اي سياسة مبنية على الشراكة مع حكومات بغداد تصبح غير فعالة وغير قابلة للاستمرار عندما تكون هذه الحكومات مكونة من افراد فاسدين وزعماء ميليشيات ولااتها الاساسية للنظام الايراني بالنسبة للعراقيين ليس المهم هي الحقائق التي خرجت بها هذه الاصوات الامريكية فهم يعرفون هذه الحقائق وانما المهم ما يتعلق بهذه التصريحات التي تكشف عن قناعة امريكية بان المنظومة الحاكمة في العراق تلفظ انفاسها الاخيرة اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في المحاولات الامريكية عبر التحليلات والكتابات في التنصل من مسؤولية الامريكيين في صناعة العملية السياسية والاصرار على تمرير الدستور بعد عشرين عاما من الغزو الامريكي كما كتب في ذلك السفير روبت فورد سفير سابق ومسؤول في السفارة الامريكية ابان سلطة الاحتلال برئاسة بولي براء ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاح الكاتب الباحث السياسي والدكتور عبدالوهاب القصاب زميل المركز العربي واشنطن فأهلا وسهلا بالضيفين الكريمين اياكم الله نبدأ مع الدكتور عبدالوهاب القصاب وهو قادم من واشنطن الدكتور هذا الذي كتبه مسؤول سابق مسؤول السياسات في السفارة الامريكية ابان سلطة الاحتلال سلطة بريمر وهو سفير ايضا سابق في سوريا وفي الجزال انكر مسؤولية الامريكيين عن وضع اسس المحاصصة الطائفية في العملية السياسية وانكر ان الامريكيين هم من كتبوا الدستور تحدث عن جدول زمنية ما الذي يريد ان يقوله الامريكيون الان بعد عشرين عاما من صناعتهم للعملية السياسية ورعايتهم لها ودعم كامل لها ما الذي يريد ان يقوله عبر مثل هذه الكتابات او التحليلات الجديدة اهلا وسهلا سكرا جزيلا على الاستطافة احيي اخويا وصديقي العزيز اهلا دكتور رافع فورد حقيقة كان يعني بامكاننا ببساطة ان نشير الى ان فورد دور فورد في السفارة الامريكية في بغداد كان الى حد كبير يشبه دور المسبل اللي كانت اسمها ومنصبها هو السكرتير الشرقي في السفارة البريطانية في بغداد او دائرة المندوب السامي كما كانت تسمى في ذلك الوقت بعد تشكيل كيان العراقي الحديث والحالة التشابه موجودة بين الحالتين بلد محتل هنا من قبل البريطانيين وبلد محتل هنا من قبل امريكان وحلفائهم على رأس حلفائهم حقيقة كانوا البريطانيين المرحلة التي تم احتلال العراق فيها او الحقيقة المرحلة التي تمخض عنها احتلال العراق هي مرحلة حقيقة السوداء في تاريخ السياسة الخارجية الامريكية وتحكمت بها بامكاني ان اشير اليهم باسم اصابة المحافظين الجدد كانوا يعني مهوسين في ان يتم احتلال العراق لكي ينفذوا مشروعهم وهذه المجموعة بعدين راحت يعني تفككت بس من رموزها موجودة اسماء بولفوفيت رامسفيلد نفسها حتى خليل زاد 14-16-1 كريستول وغيره الان النمط اللي كان يتفكر به هذه الجماعة كان نمط واضح وهو صياغة عراق جديد بمنطلقات جديدة تقطع صيلته بتراثه النضالي وتراثه كدولة وانبنت النظرية على اساس تقسيم المجتمع العراقي الى اشتات وليس الى كما هو كشعب المعروف ان يعني نعترف جميعا بان العراق بلد متعدد الاناصر القومية لكن هناك اغربية عربية واضحة تصل الى 80% فاذا اول قاعدة راد الغزو ان يسويها وانعكسها في هذا الدستور المريم انه كسروا هاي الـ 80% يعني خلينا نقول قسمين في الحقيقة هي قسمين يكادان يكونان متساوية مع اغلبية بزائد ناقص 2% مو اكثر لأي من الطرفين لغياب الاحصاءات الرسمية فعندما انكسرت هاي الاغلبية العربية لقيمتها 80% اصبحت كل من هذه الفئات هي ضعيفة امام الاخرى بدون ان تحسب بدون ان تعلم والتطبيقات على الان ثم اتوب الأكراد واعتبروا ان قسمين من هذول الثلاثة كانوا مظلومين فلكي يعوض لهم عن ظلمهم ينبغي ان يصاق دستور جديد تنعكس فيه هذه الامال ولذلك اذا ما قرأت الان ديباجة هذا الدستور المريض ستجد ديباجة مريضة لا تمثل عقدا اجتماعيا يمغي ان يكون موجودا هذا من جهة ثانية يعني كيف ليفورد ان ينكر ودور نوح فلغمان كان موجود يعني كان هناك مستشار امريكي واضح يتنقل بين الجماعات ويحاول ان يوصل لهم الفكرة وانا يعني لم ارى بعيني لكنني اشك بان المسودة الاساسية لهذا الدستور كانت مكتوبة خارج العراق واتت باللغة الانجليزية وترجمت فقط وترجمت وتجد الملامح هذا من بعض الصياغات العربية غير المنطقية اللي موجودة فيها يعني في هذا الدستور فاذا الدعاء بانه الولايات المتحدة لم تسهم بكتابة الدستور هذا الدعاء مردود عليه اما لماذا قاله الان قاله الان لانهم شهدوا بأم عيونهم كيف ضحوا بمصالح الولايات المتحدة اساسا عندما سمحوا لهذه الاشتاة التي جمعوها من هنا وهناك بأن تتولى السلطة في العراق وقد قيل لهم أنا أعلم وأحكي عن علم وأعرف قيل لهم بأنكم مخطئون لأن أقرب حلفائكم إليكم الذين تظنونه لديه ارتباطات مع إيران أكثر من ارتباطات ويعني أنا أزعم بأنني أعلم أن هذا الشيء حصل وقد قيل لنائب السفير دونالد نيومان الذي أصبح سفيرا في أفغانستان وكان في ذلك الوقت نائبا للسفير نائبا لنيكروبونتي نيكروبونتي كان خارج الإيران قيل له بأنه أقرب حلفائكم إليكم هو حليف الإيران قبل أن يكون حليفا لكم واكتشفوا بعد أسبوع أو أسبوعين من هذه المقولة أو بعد شهر أن أحمد الله يرحمه نعتوى الله ربنا أحمد الشربي كان أكثر ارتباطا بإيران منه بالولايات المتحدة التي حاول أن يعني يوظف نعم هذه نقطة مهمة حقيقة النقطة المهمة الثانية أن الولايات المتحدة عملت مرة أخرى ضد مبادئها إذا قلنا ضد مصالحها في الحالة المرة الثانية ضد مبادئها التي يعني أي شخص موجود على أرض الولايات المتحدة يراها مبادئها أن الصندوق هو الذي يحسم ونحن رأينا كيف بايدن وترامب الصندوق هو الذي يحسم طيب الصندوق حسم الموضوع لصالح الدكتور رياد علاوي في 2010 كيف فرضتم شخصية نكرة لا يعرفها أحد وسلمتم رئاسة المتحدة هو اعترف أيضا السفير اعترف أنه ضغطنا التولي المالكي في 2016 أنا هذا أقول إذن هو توصي الآن قال هذا الاعتراف لأنهم علموا بأنهم قد أخطأوا الحسابات وأن المسؤول يتقى عليهم سنتحدث دكتور أنه هل الأمريكان كانوا يحتاجون إلى عشرين عاما ليكتشفوا هذه الأخطاء ليكتشفوا هذه المعلومات عن ارتباط قوى جلبوها بدول أخرى وغيرها أيضا من التي اكتشفوها دكتور رافع الآن لماذا هذه الأصوات الأمريكية وهي طبعا أصوات في موقع المسؤولية سابقا وحتى السفير فورد هو أيضا باحث في مركز أمريكي مرموق يكتب مثل هذه المقالة أو هذه التحليلات أنه نحن لا علاقة لنا بالعملية السياسية أو بأسسها في المحاصصة والطائفية والفساد والدستور قال كتبه العراقيون نحن وضعنا جدول يعني زمني يقصد طبعا بالعراقيين القوى السياسية الآن بعد عشرين عاما الآن بالذات لماذا تظهر مثل هذه التحليلات أو الكتابات أو التنصل بسم الله الرحمن الرحيم وحييك سيد ماجد وحيي أخي الدكتور عبدالوهاد القصاب أهلا دكتور الحقيقة قبل هذا نسأل أنفسنا والسؤال مطروح جدا يعني ماذا أراد ماذا أرادت أمريكا عندما احتلت العراق نعم هل أرادت أن تصل إلى هذه النتيجة أم لا أنا أعتقد أنها أرادت أن يصل العراق إلى هذه النتيجة أن يصل العراق إلى ما وصل إليه من خراب ودمار وتمزق هذا هو المشروع ولا أمريكا تعبر المحيط الأطلسي بكل جنودها وبكل عتادها وبكل هذه قواتها وما أحد كان يتوقع هذا الموضوع لكي تمزق بلدا بهذه الطريقة وتدعي أنها من أجل إسقاط نظام دكتوري من أجل ديمقراطية من أجل أسلحة دمار شامل وهي تعرف أنه لا أسلحة دمار شامل موجودة وأن الدكتوريات موجودة في العالم وهم أصدقاء لدكتوريات كثيرة في العالم لماذا لم يتحركوا ضدها وقريبة منهم على حدودهم هذه قضية كذبة ويعرفون هذه الكذبة الحقيقة هم جاءوا ليدمروا هذا البلد لصالح مشروع وهو مشروع إسرائيلي مشروع وجود إسرائيل في المنطقة مشروع حياة لإسرائيل في المنطقة هذا واحد من أهم الأسباب أو هو السبب الرئيسي أما النفط وغير النفط هذه كلها تحصيل حاصل وهي نتاج يحصلونها يعرفون وكانت هي فترة لإثبات قوتهم لإثبات أنهم الرقم واحد في العالم والنظام الدولي يقاد من قوة واحدة هي الوقت المتحدة فبالتالي أقول أن أمريكا كانت تعرف أن النتيجة ستصل إلى هنا وهذه النتيجة ترضيها جدا يعني لا نعتقد مثل ما قال البعض أن أمريكا ارتكبت أخطاء لم ترتكب أمريكا أخطاء ما هي الأخطاء التي ارتكبتها لأنها شاعة الطائفية لأنها سمحت للميليشيات أن تتغول لأنها سمحت لإيران أن تدخل العراق ما هي في رضاها وتحت مضلتها ربط هذه الميليشيات وإيران دخلت للعراق وتغولت على العراق هذا لا يهمها شيعة وسنة وتقسيمات هذه كلها لا يهمها وبالتالي من كتب الدستور من أقام هذا النظام مجلس الحكم يثبت من شكلها مجلس الحكم بهذه التقسيمات 13 شيعة 5 سنة 5 أكراد بولي بريمر فإذن هذه النواة لتقسيمات عراقية وقبل هذا كانوا هم وبريطانيا كل السياسين في بريطانيا يتحدثون حتى قبل احتلال العراق كانوا يتحدثون بهذه اللغة أنه في العراق لا يتحدثون عن شعب العراق كانوا يتحدثون عن سنة العراق شيعة العراق أكراد العراق إذن فكرة تقسيمي فكرة المكونات من البداية كانت تسكن عقولهم مجاوعة على أساسه وهذا ما فعلوه لذلك جمعوا حتى هذه المعارضة التي جمعوها جمعوها يعني حتى عندما سئل أبو لي بريمور بعد الاحتلال يمكن في الذكرى الماضية أو القبل الاحتلال سئلة من قبل حتى في قناة الجزيرة سئلة من أين أتيتون بهذه النسب كان حتى في كتابه يعني عام قضيته في العراق قال السن الشيعة 60% والسنة ما أدري 20% 17% بهذا الشكل قال من أين أتيتون بهذه النسب قال هم قالوا لنا من قال لكم قال هذه الأحزاب المعارضة إذن يعني ماكو حصائية ماكو يستندون على شيء ماكو كتاب ماكو أوراق هكذا لكن هم في حقيقة واقع الأمر هم يدركون هذا ويدركون الميليشيات الآن عندما تحدث هذا الصفير فورد والتحدث فورن بوليسي اللي هي مركز واحد من مراكز صنع القرار في أمريكا لأن هذه المجلة مجلة فيها من يكتبون فيها سفراء سابقين من قيمة من الدولماسيين أقصد هذا الدكتور الآن محاولة التنصل أو التبرع أو النائب النفس عن هذه الدستور وكتابته والعملية السياسية الأمريكيون الآن عندما يكتبون أو يتحدثون ممن يخافون هل هم خائفون من شيء؟ لا لا سأقول لك لماذا هو هذا أريد أن نوصل إلى هذا ما أعتقده أمريكا الآن وصلت إلى نتيجة أنها تريد أن تغادر المنطقة وقالوها أكثر من مرة يعني أن نوصلوا قادر المنطقة هذه مهتماماتنا الآن اهتماماتنا الصين وما أدري وين وروسيا وشمال معرفة وين الاهتمامات في المنطقة الشرق الأوسط والعراق لا تعني شيئا عندهم ملف واحد ومهم وخلال هذه الأيام سينتهي هذا الموضوع هو الملف النووي مع إيران وهذا يعني يهدئ إسرائيل ويعني لصالح عيون إسرائيل مثلما صار احتلال لصالح إسرائيل فانتهت القضية وتبقى دول الخليج تحت التهديد الإيراني يبقى العراق تحت التغول الإيراني هذا لا يعنيهم مصالحهم مؤمنة مضمونة باتفاقيات معينة مع إيرانهم تخادموا مع إيران الآن لديهم خصومة مع إيران بسبب هذا وبايدن سيحل هذا الموضوع وتنتهي قضية وماضين في هذا الطريق أما تأتي حكومة أخرى إدارة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية تتخلى عن هذا الاتفاق تلغي هذا الاتفاق هذه قضية أخرى الآن لكن أمريكا كما يبدو في المقالين اللي كتبه فورد واللي كتبته فورم فوريسي ترى واضح الكلام واضح أنه إحنا مغادرين إحنا سنترك العراق وأنتو حلوا القضية سنتحدث على هذه النقطة أسمعي الدكتور لذلك هم يقولون فقط لذلك هم يقولون نحن لسنا مسؤولين عن كل الخراب اللي حدث بالعراق لسنا مسؤولين عن عملية سياسية وهم من أسسوها لسنا مسؤولين عن كتابة هذا الدستور بهذه الطائفية لكي يبرئوا أنفسهم أمام العالم من هذه الطريقة وخرجوا كما خرجوا أنوا ربعكم هم الذين يتسببوا بهذه وعليكم من تعالجوا هذا الموضوع وقالوها نتحدث دكتور عبدالوهاب القصار هذه محاولة يعني رفع هذه الكارثة ويلقاءها بالمسؤولية من قبل الأمريكيين على القوى التي جلبوهم واحتضنوها وصمموا لهم هذه القوى السياسية وتمرير هذا الدستور يعني الآن ليس بعيدا هذا التاريخ ليس بعيدا أن الأمريكيين هم الذين أصروا على هذا الدستور ومرروه على الرغم من المقاطع التي جرت للعرب السنة هذا الكلام بعد عشرين عاما يعفل الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المسؤولية التي تسببوا بها بعد قولهم أنه لا علاقة لنا أحنا بهذا الذي جرى وهذه القوى العراقية هي التي يعني كتبت الدستور واعتمدت الأسس الطائفية في العملية السياسية للاستحواذ على المال والمغانم والسلطة والهيمنة خلص برئة ساحة أمريكا لا أظن أنا يعني إجابة على هذا السؤال المهم حقيقة من وجهة نظري أن هذه هي من القضايا التي لا يمكن أن تسقط في التقادم أنت اتخذت قرارا لغزو بلد على أسس ثبتت لك بالذات أنها غير موجودة ما هي الذراء التي أتوا لغزو العراق على أساسها يعني كان على رأسها وموضوعات أسلحة الدمار الشامل ولو محوا بأن هناك علاقة ما مع القاعدة ثم أشاروا إلى النظام الدكتاتوري الذي كان يحكم العراق ثم 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 في مراكز البحوث الأمريكية نفسها هناك دراسة واضحة تشير إلى أن عملية غزو وأسقاط الدولة العراقية خطأ فادح تقوم به الولايات المتحدة لأن هذا البلد هو عنصر توازن رئيسي في بيئته الإقليمية وأن أسقاط هذا البلد سيسقط هذه المعادلة لو موجودة دراسة ومعها دراسة أخرى اسمها ماذا لو كتبها توني كورتمن السياسي المعروف وفيها أيضا مجموعة تساؤلات أنه وطف ماذا لو لم تجدون أسلحة الدمار الشامل ماذا لو لم تجدوا علاقة بين العراق وبين القاعدة ماذا لو إذن كل ماذا لو من هذه تفكك الأسس التي دعت الولايات المتحدة أنها شرعية في غزوها للعراق وبذلك سيكون الغزو غزو غير مبرر نأتي إلى الصفحة الثانية أنه كيف جمعوا هذه الأشتاة من المقاهي وأتوا بهم وسلموهم السلطة وكان هناك تخادما واضحا مع إيران خاتمي الرجل أشار إليه بكوه وأبطحي المساعد مالا أشاروا بكل وضوح أن هناك لو لا سماح الولايات المتحدة سماح إيران لما سقطت بغداد وكابل التخادم واضح لا يمكن إنكاره هؤلاء الناس الذين يحكمونها كيف لهم أن ينكروا أن من نقل أحمدي نجاد من مطار بغداد الدولي إلى المنطقة الخضراء هي أباشي أمريكية كيف؟ كيف؟ صحيح أو لا؟ نعم في أباشي أمريكية كان على الأقل يركب خلي نقول هليكوبتر عراقي وهو ثاني رئيس بعد بوش يزور العراق بعد الاحتلال فإذن يعني العملية التنصل من المسؤولية أنا أرى أنها عملية مو مشروعة وأظن أزعم أنه لو كان هناك عمل منظم في وقت ما يعني في وقت ما في المستقبل عندما ستبدو الأسس الواهية واضحة العيان لجهات اتخاذ القرار في الولايات المتحدة والنظام السياسي في الولايات المتحدة حقيقة يسمح يعني نظام تشكين بلانس اللي هو كبح وموازنة يسمح بأن تطفل أخطاء وأن يحاسب من ارتكبها ولدينا أمثلة ممكن أن نشير لها سيأتي وقت ستكون فعلاً الولايات المتحدة مسؤولة مسؤولية كاملة على كل ما أحاق بالعراق منضرر نتيجة غزوها غير مشروع العراق هذه حقيقة ستأتي في يوم من الأيام وستظهر العيان كيف يبررون لأنفسهم مقتل حوالي خمسة آلاف أمريكي مواطن ناهيك عن الكنتراكترز أو المتعاقدين الذين كانوا موجودين معهم على أسس واهية يعني قتل خمسة آلاف أمريكي وجرحة كذا ألف أمريكي لا زالوا يعالجون حتى الآن قسم ليس قليل منهم أشكرك هذا هو يعني سيأتي يوم أنا أظن أنه ستكون مسؤولة أستاذ منك من دكتور رافع ومن المشاهد الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير الذي تأخرنا عليه قليلاً ثم نعود لي كمان النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار بقومها ترجمة نانسي قنقر المشاهدين في الأنضول والقارة الأوروبية استقبال بثينا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي أهلاً بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحثوا هذه الحلقة في محاولة الأمريكيين التنصل من كارثة العملية السياسية مسؤولية صناعة كارثة العملية السياسية وتمرير الدستور ضيوف طاولة أو ضيفات طاولة الدكتور رافع الفلاح والدكتور عبدالوهاب القصار الدكتور رافع أيضاً ورد في ما كتب في مقال فورد أنه نحن يقصد الأمريكيون الأمريكيين يعتقدوا بسذاجة أن هذه الميليشيات ستلقي سلاحها لاحقاً وتنخرط في العمل البرلماني والعمل السياسي وتكون مع الحكومة لكن الذي جرى لاحقاً أن هذه الميليشيات الحقيقة احتفظت بأسلحتها وأيضاً أنحاب اللائمة على الحكومات المتعاقبة أنها لم تبذل الجهد الكافي لنزع أسلحتها والأمريكيين تقبلوا هذا الأمر يعني الحقيقة هذا الكلام لا أدري لمن يوجه الميليشيات لحد الآن تحظى بالدعم الأمريكي لحد الآن مع احتفاظ بأسلحتها وقصف مصالح أمريكية لا زالت مدعومة من قبل الولايات المتحدة بالنظر إلى الواقع الأمريكي نفسه هي العصابات الأمريكية عصابات المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة والمافيات في أمريكا هل استطاعوا أن يقولوا لهم ارموا سلاحكم وانضموا إلى التجارة وصيروا تجار وصيروا مهندسين وصيروا عيدكم مكاتب وتاجروا وعيشوا بشكل كذبة كبيرة هذا وانضموا للحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي والحياة الوردية كذبة هم يعرفون هذه كذبة وهذه يحاولون أن يسوقونها على نفوسهم ليس على عقول شعوب تعرف هذه الحقيقة ليس على شعب مثل شعب العراق ويدرك معاناة ويدرك معاناته ويدرك قيمته ويدرك حضارته ويدرك تفكيره هذه الحقيقة من البداية هم يعرفون عصابات هذه وهذه ميليشيات وعملية سياسية مصممة للمشاكسة للصراع مساحات معينة ثروات كبيرة هؤلاء مجموعة من النصوص وقعوا على بنك يعني هكذا نشبه القضية هناك بنك اسمه العراق وهذه مجموعة من الأصوص مجموعة من العصابات دخلت إلى هذا البنك هل تقبل أن ترمي سلاحها أو تقبل بكميات قليلة من النقود من هنا وتقسمها بهذا فعلا هذه ستتحرك لتأخذ نقود أكثر لتأخذ مساحة أكبر لتسيطر على يعني نتصور أن هذا البنك بعشرة طوابق هل سيقبلون كل ميليشي ستقبل بطابق واحد وتنتهي القضية لا سيحاول أن يصعد للطابق الآخر والطابق الآخر لأنه المبالغ اللي يبيع أكبر ومكاسبة أكبر فهذا الذي يحدث وهم صمموا العملية السياسية على هذا المجال شيعة وسنة وعصابات وميليشيات وتدفع كل واحدة تدفع حتى في داخل داخل هذه الميليشيات داخل كل مكون ما يسمونه هم يسمونه البيت الشيعي داخل مكونات لديها ميليشيات تتصارع فيما بينها وصلت الحالة الآن إلى الاصطدام الآن يتكلمون أن هذه الميليشيات عليكم أن تنتبهوا أنها ستسقط العراق كجمهورية ستسقط العراق كبلد ما أنتم من البداية هذه العصابات التي اعتقدتم أن تدخلوها بالسياسة وستنتهي هذه السياسة لا يمكن أن تأتي بالنقود تحتاج إلى قوة والقوة هذه من من الميليشيات هذه اللي تحمل السلاح من البداية ما أنتم استعانيتوا بالميليشيات لقتل كل العراقين لمطاردة الكفاءات لمطاردة الخيرين لمطاردة كل العقول العراقية صفوها بالبلد بهذه الميليشيات صفيتوها فبالتالي هذه الميليشيات بلا عقول بلا هذه تخاضعة إلى إرادة المال وإرادة خارجية فأنتم تعرفون هذا القضية تعرفونها وعملتم معها وكنتم تشكلون لها مظلة جوية في قتالها في مدن كثيرة وتدمير مدن كثيرة ويعرفون نفوسهم ويعرفون من هؤلاء وقسم منهم كانوا معتقليهم وتفاهموا معهم في المعتقلات ومنهم قيس الخزعلي تفاهموا معهم في معتقلات وتفقوا على هذا ما قال قبل أربعة أيام التيار الصدري أن قيس الخزعلي خرج بصفقة أمريكية مع الأمريكان من بوكر كلهم بصفقات فهم يعرفون هذه القضية كيف سيرمون السلاح وكيف سينضمون إلى هل من الممكن أنه بدر هذه التي قتلت الناس وقتلت الكفاءات يعني مجرد ما في ساحت لها مجال وعطيتها كراسي بمجلس النواب سترمي السلاح ستفقد قدرتها في بلد مصمم نظامه للصراح ستفقد قدرتها وستفقد قدرتها على التنافس والبقاء على هذه الكراسي التي قلتها هي فبالتالي السلاح ضروري لهذه وأنتم فتحتهم المعسكرات وعطيتهم السلاح وفتحت الحدود وتسلحوا بهذه الطريقة هذه كذبة كبيرة دكتور عبد الوهاب القصاب ظهور مثل هذه الكتابات أو التحليلات وهناك الحقيقة الصحافة الأمريكية تعج بحديث سلبي عن الوضع بالعراق العملية السياسية وأيضا دراسات وأبحاث في مراكز أمريكية مرموقة ومن هذا المقال الذي كتب السفير الأمريكي روبارت فورد هناك من يقول أن الحقيقة هذه تؤشر لإحساس أمريكي أن الوضع بالعراق أو النظام السياسي عموما والعملية السياسية أصبحت عبئا على الولايات المتحدة الأمريكية هناك إحباط ويأس أمريكي من عملية إصلاح الوضع السياسي في العراق على الرغم من كل الدعم الذي قدمه لهذه العملية وهذا الوقت الذي أخذته لعشرين عاما هل فعلا تؤشر إلى ضيق أمريكي وأنه هناك عبئ كبير على أمريكا العملية السياسية ولا بد من أن لم يكن التخلص منها إعارة النظر فيها هيكلتها نعم سؤال يعني ممتاز حقيقة حتى أبدي به وحتى أجاوب عليه أعرج على مفصل معين يعني ليس الأمريكان فقط إذا اعتبرناهم مخطئين بتقييمهم للميليشيات وأنها كما تفضل أخي وجاوب ويمكن استيعابها بالعملية السياسية يعني حتى القوى الوطنية كانت لديها يعني هذه يعني النظرة السطحية بأنه بمجرد أن ينسحب الأمريكيون سيهرب هؤلاء نعم كنا نحن متفقون على أن هذه النظرية كانت موجودة الآن الذي جرى في العراق والذي دخلت بموجبه إيران إلى العراق والذي يعني يقال أن أمريكا قدمت العراق على طباق من ذهب ومن فضة نعم نتيجة صفقة التخادم بين البلدين واضحة لكم داخل العراق ولنا الخيارات الاستراتيجية الخارجية للعراق يعني هذه هي الصفقة بين أمريكا وبين إيران لكم الداخل لعبوا فيه كما تشعون لا تمدوا أيديكم إلى الكرد لكم هؤلاء المساكين لعبوا بههم كما تشعون سواء كانوا شعاوسا الخيارات الاستراتيجية الخارجية للعراق صاغتها الاتفاقية الصوفة لموجودة أن الكلمة النهائية كما يبدو للخيار للستراتيجية العراق في هذه الولايات المتحدة والولايات المتحدة بيدها مفتاح قوي جدا هي الأموال العراقية التي توضع في صندوق أموال العراق التي تسيطر عليه الولايات المتحدة فإذن هذه هي المعادلة المعادلة هنا اختلت أي أن إيران كما هو معروف عنها بالمناسبة ثمت يعني كاتب أمريكي مشهور تقيقتها كان أشار للشخصية الإيرانية التفاوضية وصفها بست صفات واضحة جدا يعني احنا مفاوضون العراقيون الذين نشتغلوا مع الإيرانيين وجدوا هذه الصفة موجودة وما نجده في مفاوضات ستة زاد واحد أيضا واضحة جدا أنه هذه شخصية رجراجة مخادعة تبلف لكي تصل إلى نتائج النهائية لعبت إيران مع أمريكا في الداخل العراقي هذه اللعبة بحيث بدأت تتجاوز على الخيارات الاستراتيجية للولايات المتحدة مستخدمة ذيولها المسلحين الموجودين في الإيران هذا ما خلق حالة الضيق الموجودة لدى الأجهزة الأمريكية المختلفة الإدارات الأمريكية المختلفة وكانت هذه الجملة تقال في كل اجتماع من اجتماعات اتفاقية الصوفة او اتفاقية يعني الإطار التعاون الاستراتيجي لكنه رح يبقى هذا مستمر الآن هل ستتغير السياسة الأمريكية جذرية منتجاه العراق غير السؤال مهم وكبير نعم أنا أشعر بأن إيران من جملة نجاحاتها أنه نجحت في خلق لوبي إيراني نشط في داخل الولايات المتحدة وله نفوذ في الحزب الجمهوري باعتباره حزب يعني حزب الأقليات خلينا وهؤلاء الناس لديهم نفس طويل وقوي جدا وتجد أن الشخصيات التي تفاوض عن طريق يعني نيابة عن أمريكان في الاتفاق النووي بالحقيقة أنا بإمكاني أن أقول أنهم يحملون الجنسية الإيرانية هم لا يحملون حقيقة لكن هم مدافعون قوية عن إيران أكثر مما هم مدافعون عن القضايا المتعلقة بالولايات المتحدة هنا هنا مفصل هل ستستمر الولايات المتحدة بأغماض عينيها بالتآكل خيارها الاستراتيجي في العراق هذا السؤال لصالح إيران هذا السؤال الإجابة عليه أنا أشعر أنه في المدى البعيد جوابك لا يعني هناك شكوك كثيرة في أن يستمر الديمقراطيون في الحكم في 2024 شكوك كبيرة جدا وإذا ما كانت جمهوريون أذكية بحيث دفعوا إلى الرئاسة مرشحا قويا أنا لا أقول ترامب لأن ترامب شخصية ملتبسة فإذا أجأ أي شخص آخر متمكن وقادر الخيار السراتيجي للولايات المتحدة في التعامل مع الشأن الإراقي سيتغير بالتأكيد حتما وبالنظر باتجاه إيران سيتغير حتما والولايات المتحدة ستستمر في سماع صراح إسرائيلي مكتوم على ذريعات المشروع النووي فضل المشروع النووي الذي نعلم كلنا حتى لو تملكت إيران القنبلة النووية لن تشكل رادعا باتجاه الكيان الصهيوني بقدر ما تشكل عنصر افتزاز قوي للدول العربية المجاورة ماذا ما قيمة قنبلة أو رأس النووي واحد أمام 300 رأس نووي موجود لدى الكيان الصهيوني طيب إيران ستتردد كثيرا في استخدام هذا الخيار لأنه خيار واحد سيؤثر على العرب طبعا أولا وخيرا لأنه وين تضرب وين ما تضرب ما العرب موجودين لكن هناك 300 رأس نووي بإمكانها أن تقل بإيران إذا ما تصطم رأسا على عقل هنا أنا أظن أنه ستأتي لحظة سيواجه صانع القرار الأمريكي نفسه مرة أخرى وسيرى كم كان خطه كبيرا آخر كلمة أختم بها هنا في هذا المجال أنه من يضمن أن هؤلاء المعممون سيبقون في السلطة إلى مدى طويل جدا لأنه أيضا هنا مشروع هؤلاء المعممين مع كل العنف مع كل ما لديهم مع كل التجهيل أيضا في إيران والأخبار تأتي من داخل ذلك البلد وصلها إلى طريق مزدود نعم دكتور رافع الآن إلى أي حد تواجه الولايات المتحدة الأمريكية مأزقا سياسيا أخلاقيا قانونيا عندما تأتي بعد عشرين عام وتتحدث عن تحاول التنصل أو التبرع من الكارثة التي صنعتها في أمريكا أن المحاصصة الطائفية كانت اعتراف بأن العملية السياسية قايمة على محاصصة طائفية وعلى فساد واعتمدوا وتعاونوا مع ميليشيات ومافيات وفرق موت خاصة ودستور يعني مفجر لمكونات المجتمع العراقي بينما الكلام كان قبل الاحتلال وبعد الاحتلال أن هناك عملية ديمقراطية نظاما ديمقراطيا للتداول السلمي للسلطة احترام الحقوق العامة حرية التعبير نظام أريد له أن يعمم حتى على دول منطقة يعني الآن خلال خمسة عشر عاما كلام على النقي تماما أمريكا كيف ستواجه الرأي العام في أمريكا الرأي العام في العراق الرأي العام الدولي دعني سيد لو يا مامة تمن هذا كله نعم قبل أن أجيبك على ذلك أريد فقط ونعرج على نقطة مهمة وأقول أن كل قوى المناهضة للاحتلال العملية السياسية وكل الشخصيات التي كانت تعتقد أو كانت تفكر بأنه خروج أمريكا من العراق سيؤدي إلى انكسار الميليشيات وفروبها هي على حق وليست على باطل لما زالت كل القوى وأنا منهم أعتقد هذا لسبب بسيط جدا أنه هي هل أمريكا خرجت من العراق أمريكا لم تخرج من العراق هذا النقطة الواحدة والنظام في العراق قائم هو قائم لأن الميليشيات فقط موجودة فيه وأمريكا تقول أنا فيه وأيران موجودة فيه أو لأنه إقليميا ودوليا هذا النظام مدعوم وبماذا مدعوم بالهراوة الأمريكية لو أمريكا خرجت من العراق وأعني في ذلك أنها تخلت عن النظام الذي أسسته عن هذه الخطة التي تخلت عنها مثل ما تتخلى العانا عنها بهذه الكتابات وتقول نحن ما أسسنا هذه العملية والعملية السياسية فيها عيوب كثيرة وكذا 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 وخرجت وسمحت للإقليم وسمحت للعالم أن يتعامل مع العراق بشكل بالرؤية الحقيقية لما هو فيه سيكون نظاما منبوذا وستكون القوى المناهضة للاحتلال والقوى المعارضة لهذا التوجه في العراق مدعومة من كل القوى الإقليمية والدولية وبما فيها الأمم المتحدة الآن كل القوى المناهضة للاحتلال وللقوى وللنظام القائم في العراق غير مدعومة لا من الأمم المتحدة ولا من كل دول ولا أحد يسمح لها حتى بعقد اجتماع بسيط اجتماع بسيط في غرفة بسيطة لا يسمحون لها لأن الهراوة الأمريكية لأن أمريكا تقول هذا النظام الذي أنا أسسته هذا اللي نقصده فيما لو خرجت أمريكا من العراق لو تخلت عن هذا النظام لسقط هذا النظام ولكان منبوذا ولخرجت كل هذه الميليشيات وما عادت لها فرصة لا إيران تحميها ولا الدنيا كلها تحميها لأنه عند ذلك ستشكل قوى قوية جدا مدعومة من الخارج أقليميا ودوليا مدعومة لكي تحرر العراق لهذه الأنبياء حاصل هناك كتلة شعبية هي الأعظم تدعم التوجهات قوى وطنية بالضد من هذا نعم وهذا جزء كبير ولا هذه التظاهرات التي خرجت في تشرين هذه ثورة تشرين لو كانت الهراوة الأمريكية أو كانت اليد الأمريكية ولو كانت أمريكا قد خرجت هذه كان دعمة دوليا وأقليميا ولما كان وصلت إلى الحالة التي وصلت إليه من قتل والتمزيق بهذا الشكل ولما استطاعت هذه الحكومة وميليشياتها تسيطر عليها بهذه الطريقة هذه من النقاط المهمة لذلك أعود وأقول كل قوى المناهضة وكل القوى التي كانت تفكر بأن أمريكا إذا ما خرجت من العراق ستكسر هذه الميليشيات ستكسر إيران في العراق هي على حق وما زالت على حق هذه واحدة الموقف الأخلاقي الأمريكي بين عام 2003 أمريكا في سياستها لا تعبر عن الأخلاق وليس لها علاقة بالأخلاق نهائيا وممكن أن تتغير سياساتها 180 درجة وفقا لمصالحها ولذلك هم يؤمنون ليس هناك صديق دائم وليس هناك عدو دائم هناك مصالح دائمة يؤمنون بالمصالح إذا ما انقلبت مصالحهم سينقلبون 180 درجة لكن هم في كل تاريخ هم قرأت كل تاريخ هم كل احتلالاتهم من الفلبين وغيرها ودول الأمريكا الجنوبية والمكسيك وغيرها وما فعلوه في كل الدنيا هل استطاعت الأمم المتحدة هل استطاعت هيئات دولية أن تدينهم حتى في قضية فيتنام حتى ما فعلوا في فيتنام هل استطاعت منظمة دولية هل استطاعوا أن يجبروا أمريكا على دفع التعويضات والاعتراف بأنهم بأنهم فعلوا فعلا فاحشا حتى في قضية القنابل النووية الذرية اللي رموها على اليابان هل استطاعت دول العالم المجتمع الدولي أن يجبر أمريكا أمريكا تعرف هذه القضية تعرف بالتالي لا يمكن فالتخلي عنها هذا ليس لها علاقة بالأخلاق ولا تهمهم هذه القضية مصالحهم وأين تتحكم مصالحهم سيمضون وراء مصالحهم وفي الأول وفي الأخير ما فعلوا في العراق هم كانوا يريدون العراق بهذا الشكل أما أن يتخلون يعني هذا النظام الآن لا يلبي طموحاتهم ما هي طموحاتهم هي طموحاتهم أن يمزقوا العراق وهذه الفئة الباغية التي حكمت العراق أوصلت هذا العراق إلى ذلك هذا الوضع الحالي الآن الحقيقة أيضا فيه تهديد على المصالح الأمريكية وين هذه المصالح أمريكية مصالحين عشرين سنة هل هددت المصالح الأمريكية أم زادت وطيرتها وزادت تساحها هذه هي الحقيقة هذا اللعب بهذه الطريقة هم يريدون أن يتخلوا عن قضية فكرة أنه هناك عداء شعبي هناك سيزداد ليس في الشعب العراقي فقط لكن في كل شعوب المنطقة ضد أمريكا ما فعلته من جريمة كبيرة وهذه تجربتهم في إذنان خلقتهم هذه القضية ويحاولون أن يعالجوها الآن بعد عشرين سنة يحاولون التخلي عن عملية سياسية تخلي عن ما فعلوه يقولون أنه هذا برقبة العراقيين هم كل المقالات كل الاتجاهات تريد أن تقول أنه الشعب العراقي هو المسؤول عن ما حصل يعني ما فعل الشعب العراقي هو من بنى العملية السياسية هو من جاء بالميليشيات هو من يقتل هو من يدمر هو من يمزق هو الفاسد لكن لا يقولون أنه قبل عام 2003 وهذا ليس دفاعا عن نظام سابق لا جمهوري ولا ملكي هل كان الفساد بهذه الدرجة هل كان الخراب بهذه الدرجة هل كان البناء هل كان التعليم بهذه الدرجة كانت الصحة بهذه الطريقة كل هذه لا يقولونها لأنهم من دمروها وكانت غايتهم أن يدمروها وكان غايتهم أن يدمروا الشعب العراقي بهذه الطريقة ويفتتوا العراق لأن العراق قوة في المنطقة يجب تفتيته وهذا ما حققوا دكتور عبد الوهاب القصاب ما المغزى من هذه التصريحات والتحليلات الأمريكية أيضا وهذا ما كتب السفير فورد عن حتمية انتهاء هذا النظام السياسي الطائفي الذي صممه الأمريكيون عام 2003 هناك حتمية وهذه الأزمة السياسية يتحدث يقول هي بداية نهاية هذا النظام السياسي الذي تأسس تحت المظلة الأمريكية في العام 2003 يتحدث عن حتمية نهاية هذا النظام هل ترى مؤشرات فعلا على أن النظام هذا في طور التلاشي؟ لا وهذا النظام هو ولد يعني الأميبة التي تملخها ولد ميتا في الولايات المتحدة وفي الحقيقة الفكر السياسي الغربي عموما تفضل أخي العزيز قبل قليل وقال أنه ليست هناك ثوابت دائما العالم يقوم على متغيرات والمتغيرات تعني تغير الظروف أو تغير المصالح أو تغيرات جذرية في البيئة الإقليمية أو تغيرات معينة تفرضها نمط العلاقات الدولية الموجودة ولك أن ترى يعني فيتنام مثلا اللي هي مثل صاطع على العدوان الأمريكي واللي طلعت الولايات المتحدة منها حقيقة مهزومة الذي جرى في فيتنام أنه مجرد أن طلعت الولايات المتحدة منها مهزومة نشبت أزمة كبيرة لا نجد كثيرا من يكتب عنها بين فيتنام والصين واصطفت فيتنام في ذلك الوقت مع الاتحاد السوفيتي ضد الصين وبدأت مشكلة كبيرة بين فيتنام والصين سارعة الولايات المتحدة خرجت من الباب دخلت من الشباق الآن فيتنام واحدة من الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة تجاريا واقتصاديا فإذن في الولايات المتحدة ليست هناك ثوار هناك متغيرات وكل أنماط العلاقات الدولية وكل أنماط علاقات القوة في العالم تخضع جذريا إلى هذه النظرية هي نظرية المتغير ومتى حتى من المتغير نفسه سيتم التغير وكما قال الأخوية العزيز دكتور رافع لن لا تستغرب أن رأيت استدارة 180 درجة استدارة 180 درجة شفناها قبل لضعت أشهر عندما انسحبت الولايات المتحدة من المنسان وسلمتها لطالبات في نفس النقطة دكتور رافع تعتقد أنه مثل هذه التحليلات أو الكتابات قد تكون توطئة وتمهيد لموقف أمريكي جديد من العملية السياسية التي رعوها وقدموا لها كل الدعم وتحدث دكتور القصاب أن ليس هناك وأيضا جنابك ليس هناك من ثوابت في السياسة والمتغيرات واردة وضربة أمثلة دكتور عبدالله القصاب قد تكون هذه توطئة لعادة النظر لموقف جديد من العملية السياسية بالتأكيد أنا أعتقد هذا وارد وصحيح لأن كل هذه التي تكتب هذه مراكز دراسات وهذه تعتمد عليها الولايات المتحدة في تكفيين قرار مثل فورن فوليسي مثل فورد وغيره وهذه الشخصيات التي يكتبون هؤلاء يعني مو من عبث يكتبون وليس هكذا يعني ينام بالليل وقعد الصبح يكتب لما قال بهذه الطريقة هذه وفق لمصالح معينة لرؤية معينة تلبية لاستحقاقات مؤسسات معينة تريد هذا هذا توطئ فعلا مثل ما قلت لخطوات قادمة الرؤية عندما تتوحد في أكثر من مكان بهذه الطريقة عندما يكتبون بهذه الطريقة هناك سياسة جديدة أمريكية تبدأ بالتحرك بالتجاه آخر ومرسومة والآن فتحت دفاترها لتنفيذها بدأت خطوات تنفيذها هذه هي الحقيقة الآن بعد عشرين سنة عندما يجري الحديث بهذه الشكل هناك تغير نعم وهؤلاء يشيرون لهذه التغير وانت عندما تقرأ تاريخ السياسة الأمريكية في كل حقبها ستجد مثل هذه المقاربات مثل هذه الدراسات تؤشر لحقبة جديدة دقيقة هذا التوجه الجديد الذي الآن في طور الاستقراء من المحلين والمراقبين ما المطلوب عراقيا داخليا لتعزيز هذه المقاربة الأمريكية الجديدة أو التعاطي الجديد لدفع أكثر عراقيا شعبيا وطنيا هو عراقيا وشعبيا ليس له علاقة بكل هذا الموضوع لأنه مثلما يقال لا يحق ظهرك مثل ظفرك الشعب العراقي يدرك أن المصيبته مصيبة وكارثة كارثته الأمريكان غيروا أو منهم يغيروا وهو من يستطيع أن يغير هو الوحيد الذي يستطيع أن يغير ويجبر الأمريكان وغير الأمريكان على التماشي معه فله قضيته الأخرى هذه ليس لها علاقة وأمريكا لها قضيتها ومصالحها وتتجه بسياسات الأخرى يعني عندما احتلوا العراق وشعبي العراق كان راضي بهذا الاحتلال هم جاءوا يعني وفرضوا إرادتهم كما يريدون في ختام هذه الحلقة من طاولة حوار لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيفيها وهم كلهم من الدكتور عبدالوهاب القصاب زميل المركز العربي واشنطن وأيضا الدكتور رافع الفلاح الكاتب الباحث السياسي وكان هنا في الستوديو كما أشكركم مشاهدين الكرام وحتى نلتقي في الأسبوع القاضي في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة